اشتركوا في القناة الفئة مهمة من المناضي الحزب وكذلك حضور رؤساء الغراف والنعب البرلماني المدير الجاوي للصحة ومجموعة من المناضي المجموعة من المنتخبين ديال الإقليم كاللقاء التواصلي بامتياز اللقاء اللي حصلنا في الرحم مع المنتخبين ومن المنتخبين والمناضيين تحددنا على المشاكل تحددنا على مشروع الأحرار تحددنا على ما تم تحقيقه خلال سنتين ونصف أكيد أن هناك إكرهات كبيرة هناك مشاكل كبيرة ولكن الحزب له قدرة له إمكانيات له رؤية من أجل تنزيل جميع الأهداف ومن أجل تنزيل البرنامج المسطر سابقا اليوم كما كتعرفوا الوضعية صعبة جدا ولكن الحكومة كلها إصرار في تفعيل المسار التنمية بيعني الكلمة يعني أنه عندما تحدد عن المسار التنمية نتحدد عن تشغيل نتحدد عن الصحة نتحدد تعليم نحتها القطاعات الأخرى هناك كما قلت هناك إرادة كبيرة من طرف القيادة للحزب كذلك المنتخبين سواء كانوا جاويين إقليمين ومحليين هناك كذلك الالتحام بالمناضيين حول المنتخبين الإيمان بالمشروع الثقة في المشروع الأحرار نتمنى أنه إحنا شغلنا بجد عملنا عمل كبير خلال سنتين ونصف تبقى لنا خطة واحدة من أجل تنزيل هذه المشاريع تنزيل هذه الأفكار أو تنزيل هذه الأوراش على أرض الواقع من أجل أن المواطن ترجع لاتقاف السياسة والسياسيين ويزيدوا يرتابة الحزب يديروا التحمه حول المشروع للتنمية الحقيقي كل هذا تحت القيادة السامية لصحب الجناصر والله 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 والتوفق مزيان أكيد أن أقل ما يمكنه إعطاه لرئيس الحزب السيد عزا خنوش هو التفاة بسيطة عربون محبة وتقدير واحترام وعرفان من إقليم يزقينت منه لهذا الرجل النبيل لهذا الرجل الخلق الخلوق لهذا الرجل الطيب لهذا الرجل المعطاء نحن نتمنى ولطول عمر نحن نسانده في السراء والضراء نسانده في البرنامج دياله نحن معاه إلى آخر نفس من أجل تنزيل جميع الوعود التي كانت مسطرة في الحبلة الانتخابية نحن في مصار تنمية اليوم والمصار ليس بالسهل ولكن نحن كل نتقى في الأفكار ديالنا كل نتقى في الكفاءات لعند الحزب من أجل تنزيل هذه الأوراش على الأرض الواقع عصامة لميني مسير ديال الندوة التفاعلية تحت عنوان التزامات الأحرار ماذا تحقق لشهدات الحضور ديال المجموعة من الفاعلين ليهما سياسيين وكيحضوا بمسؤوليتها جهوية وليوم كانت واحدة الندوة متميزة جدا لأنها شهدت الكثير من التفاعلات وكان واحد النقاش ليهو عميق جدا للإخوان تكلموا على مجموعة من القطاعات منها التجارة منها الصناعة منها الصيد البحري وكذلك الفلاحة وكذلك القطاع ديال الجماعات وكذلك البرلمان وكذلك الصحة وليوم كانت واحدة المناسبة استيتنائية جدا اللي كانت تجيه في رمضانية في ديافة الأحرار بعملة إنزقان أي تمنول تحت إشراف المنسيق الإقليمي وتنظيم الالتحادية ديال الإقليمية بإشراك ديال التنسيقيات ديال المنظمة الموازية كانت واحدة لحظة استيتنائية باش نعبره على الشكر ديالنا ونعبره كذلك على تقدير ديالنا لرجل اللي احنا داخل أحرار نعتبره الرجل الذي سهم أولا في خرق الحياة السياسية بحلة جديدة داخل التجمع ثانيا هو اللي اعطانا الأمل كشباب أولا باش نديروا واحد المجهود ونعملوا ذاك شي اللي كنعرفوا لي باش أنه نحققوا واحد المرحلة اللي المواطن بغى حياة سياسية اللي يكون فيها واحد نقاش اللي هو عميق جدا اليوم كانت تكريم ديالسي عزيز أخنوش رئيس حزب تجمع الوطن الأحرار ورئيس الحكومة هو من ابن سوس العالماء اللي كانت منه ليكون توفيق واليوم التكريم ديالنا كان بمتابة تقدير أولا والثناء والشكر لما يقدموا أولا للحزب ثانيا كذلك للوطن عموما قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو فلاشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة